نقول صباح الخير للمشاهدين الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير وإلى أولى جلسات هذا العام 2021 اليوم الأحد الذي نتمنى فيه أن تكون بداية تداول موفق ومؤشر أخضر بإذن الله بعد نهاية 2020 وكل ما حواه هذا العام من انتكاسات وأزمات غير مأسوف عليها بل بالعكس مبتهجين بإنجازاتها خاصة على صعيد سوق تداول الذي نجح في الخروج من هذا العام أو من ذلك العام بارتفاع السنوي قدره 14% بعد عام شهد فيه تاسي المؤشر للسوق السعودية تدبذبات بدأت بالانخفاض والتراجع الكبير في الربع الأول بنسبة 22% وأيضا وصول المؤشر إلى أدنى تقريبا مستوى عند 5959 نقطة بسبب الإغلاقات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ومرورا أيضا بأزمة الجائحة العالمية كورونا التي لم يشهدها العالم منذ قبل وأيضا ضبابية المشاهد السياسية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وولادة رئاسة جديدة هناك أيضا إضافة إلى المفاوضات المتعثرة بشأن بريكسيت وخروج أحد دعائم وأعمدة الاتحاد الأوروبي كل تلك الأحداث مشاهدين الكرام ساهمت في الانخفاض الكبير في سوقنا السعودية في الربع الأول من عشرين عشرين ولكن تلا ذلك الانخفاض نشاط ملحوظ مضعوم بالشركات الصغيرة ومتوسطة حتى استطاع تاسي العودة لمستويات الثمانية ألاف نقطة تقريبا ووصل إلى أعلى نقطة سجلها عند ثمانية ألاف وسبعمائة وأربعة وستين نقطة وبذلك استطاع تاسي أن يسجل ارتفاع سنوي منذ بداية العام وهو أربعة وأربعة عشر بالمئة وكان المؤشر بين مؤشرات الشرق الأوسط استطاع أن يحصل على اللقب الأول تقريبا في إغلاقات عشرين عشرين مستويات السيولة مشاهدين الكرام أيضا شهدت عودة قوية وزادت أيضا السيولة اليومية بين مئتين وثلاثمائة في المئة في النصف الثاني ما كان يميز عام عشرين عشرين بالرغم من جائحة كورونا التي تحدثنا عنها هو أنه كان عاما جيدا للإدراج في السوق السعودية والموازي أيضا حيث استمر السوق في تقريبا أو بين تسليل الإجراءات وحفظ أيضا حقوق المستثمرين بإدراج ثمانية اكتتابات جديدة في السوق السعودي إذن مشاهدين الكرام هذا حول الإغلاق السنوي لكن الذي ذكرناه وخالف جميع التوقعات رغم ظروف الجائحة واتجه بعيدا جدا بمضاربات كانت محمومة معظمها على الشركات التي كانت رأس مالها صغير جدا مع إعلانات هيئة السوق المالية المتكررة أيضا بشأن معاقبة جميع المخالفين والمحتالين للنظام لكن حول إغلاق آخر جلسات العام الخميس الماضي أنها المؤشر للأسهم السعودية أسبوع آخر أسبوع تقريبا من عشرين عشرين على تراجع طفيف وأغلق عند 8,689 نقطة كانت تقريبا فاقدا فيها أكثر من 13 نقطة واستمر عجزة المؤشر في تحقيق مستوى السنوي جديد ربما لأن السوق تترقب عوامل ومعطيات أيضا جديدة لتغير من مسارها أبرز النتائج للربع الرابع والسنوي تعتبر هي من أهم العوامل المؤثرة أيضا على السوق السعودية جميع النتائج ينتظرها المستثمرين افتتاح السوق الآن باللون الأخضر مشاهدين الكرام بأقل من العشر في المئان